الفيديو برعاية ستور جيمس تو ايجبت السلام عليكم انا في الحقيقة في غاية السعادة اني قدرت احقق شيء جديد وقدرت اني اصنع منتج لعبة هو اكيد مش اعظم شيء موجود لكن برضو انا شغال على كل ده الوحدي اكيد انا حلمي اني اصنع لعبة اقوى واكبر لكن في الوقت الحالي انا مهتم اني اكمل المشروع ده في الفيديو ده حابب اني هتكلم عن تجربتي كمطور العاب دسه بيبدأ والصعوبات اللي وجهتها وهل فعلا الموضوع يستحق انك تجرب وتحاول بالاضافة اني هتكلم بصورة بسيطة عن ازاي تحاول تصنع لعبة وارد على اسئلة زي ليه اخترت يوتيبرز يسجلوا صوتهم وعن مستقبل اللعبة وبتمنى انكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعل جرس التنبيهات وطبعا لو لسه ملعبتوش اللعبة فانا هسيب رابط اللعبة تحت الفيديو هي لعبة مجانية واتمنى اسمع رأيكم فيها وفي الافكار اللي حطتها طبعا النسخة الكاملة انا هبدأ ان اشتغل عليها وريب لكن في الاول عايز اوضح نقطة بخصوص الاضاءة انا يا جماعة عامل نظام مختلف في اضاءة اللعبة يعني في مراحل سودوية بنيها بالمنظر ده كتوجه فني مختلف وفي مراحل زي كده الاضاءة فيها واضحة فالاضاءة المظلمة او السودوية دي مش مشكلة في اللعبة انما ده توجه فني واسلوب مختلف مع العلم ان اللعبة ما فيهاش اي مشاكل في التحكم الفكرة ان الناس مش عارفين طريقة عمل البركور بحيث ان انا كاتب عشان تعمل البركور لازم تعمل هولد على سبيس عشان تتصلك على الحوائط فاللاعب لو شال ايده من زرار سبيس فهيقعد الارض فلازم تفضل ضغط على زرار سبيس عشان تقدر تتصلك انا للاسف معرفتش اكتب التعليمات بالعربي لان الانريل رخم شوية في الموضوع ده فكل حاجة اتعملت في اللعبة اتعملت بشكل كويس فمثلا الحوائط دي لما بتلاقيها فده معانا انك لازم تستخدمها للتسلق الممر الدم المخيف لازم اللاعب يضغط كليل كشمال بالماوس عشان يكشف له الدم ويعفر تجنبه ولا حيموت عامة انا بصراحة بعد ما خلصت من الدمو فمحتاج اخد فترة نقاقه كده مع نفسي لمدة اسبوع او اتنين وبعدها ارجع اشتغل على النسخة الكاملة واللي بازن الله هتبقى شي افضل لكن انا بصراحة مبسوط جدا من الافكار الجميلة اللي قدمتها زي مرحلة المتاة واللغز والتنقل بين الغرف والخمسة بواب يعني انا معجب جدا بالانجاز لحققاته ده كشخص بدأ ببرمجة وخبرة صفر اني يدرت اوظف افكار زي دي فده بالنسبة لانجاز فعلا وعامة انا كواحد كنت مضغوط بين شغل القناة وبين شغل الشخصي وبين شغلي على اللعبة في الحقيقة انا حرفيا كنت مبنامش كنت ملخبط حياتي بنسبة كبيرة وشايف ان الموضوع ما كانش يستاهل كل ده فتطوير الالعاب شيء صعب جدا يعني مثلا انا لما بعمل اي فيديو لما بكتب سكريبت وبعمل منتاج وتسجيل فده كله يعتبر نقطة صغيرة جدا مقرنة بتطوير اللعبة اللي بتطلب جهد مختلف تماما وكل ما مشروع اللعبة ما كبر كل ما بقيت متعرض لضغط اكبر وبصراحة بعد ما الديمو ما نزل انا حسيت بضغط اكبر بكتير انا قعدت حوالي سنة اشغال على منتاج اللعبة مع كل فترة كنت ببقى مبسوط وسعيد لما بعمل شيء جديد في اللعبة شيء حلو وممتع فنسخة الديمو مثلا انا مكنتش هنزلها بالشكل ده يعني الديمو المفروض كان يكون مرحلة واحدة بس اللي هي مرحلة بتاعة الخمسة بواب دي وما كانش هيبقى فيه اي اداء صوتي في اللعبة لكن بصراحة حسيت ان انا كده بضحك على الناس او بضحك على نفسي لما قدم شيء بسيط زي كده فحاولت على قد ما قادر انها خلي نسخة الديمو تبقى ممتعة وجميلة والناس تحبها فقدمت 6 مراحل زيادة بافكار ومكانيكس مختلفة بقى فيه اصوات وبقى تلعب فعلا بقى منتك ترفيه فيه حياة يعني انا في الحقيقة كنت عايزة نزل الديمو في شهر 6 او 7 السنة اللي فاتت لكن شهر ورا شهر لحد ما قدرت اني انزله في اخر شهر 2 من 2021 ده كان ضغط كبير علي خصوصا ان الجهاز الادين ما كانش مساعدني خالص فاضطرت ان اجدد الجهاز بتاعي وجبت الـ 3060 Ti انا عموما حابب اني اشارك تجربتي كشخص بيحاول يكون مطور او بيحاول يصنع لعبه التطوير اصعب البرمجة معقدة لكن ده كل ممتع فعلا وكده تحس مع كل فترة انك مش عايز تكمل يعني انا لحظات كتيرة قبل ما نزل الديمو كنت عايز اني واقف خالص كل ده بس اللي كان دايما بيخلينا كمل هو ان عايز اخلي ان ثقافة الالعاب تنتشر عندنا فانا بحاول احسن صورة الالعاب العربية في مجتمع ده اللي مجتمعنا مجتنع ان المطورين العرب فاشلين عايز اخلي الناس اللي بتحب انها تسيل المطور العربي فعايز اشجع المطورين دول انهم يعملوا شيء كويس وما يشتغلوش على اي شيء اكبر من حجمهم فالمطور العربي مش فاشل هو بس ما عندوش الفرصة وانا طبعا عارف ان فيه ناس ممكن تفصص اللعبة بتاعتي فقط عشان تطلق اي اخطاء فقط عشان يقول المطورين العرب فاشلين فدي يا جماعة مش شجاعة انتقد المنتج براحتك ان ما تدخلش في حياة شخصية لأي حد ما تخليش انتقادك للمطور العربي بقى تجريح او شخصنة والاهم انك تكون محايت فعلا وتنتقد اي العاب بنفس الطريقة سواء اجنبية او عربية وده للأسف مش بيحصل مع العاب غربية في حين ان لو لعب عربية كانت برضو فيها مشاكل واخطاء فللأسف بتتعامل بشكل مختلف غلطة المطور الكبير دايما اكبر من المطور الصغير واكيد طبعا عارفين السبب ولكن برضو المطور العربي ما ينفعش يقدي منتج سيء ويقول دعمني انا مطور عربي الكلام ده ممكن اتقبله من مثلا 10 سنين او 15 انما دلوقت ما ينفعش فالنظرية انك تكون مطور عربي فالناس لازم تدعمك حتى لو المنتج اللعبة بتاعك مش حلو دامنط الغلط لانك انت هتستمر بالغلط يعني انا بنيت اللعبة لاجل اللعبين ومش لنفسي دي اهم خطوة انك انت تقدم لعبة للناس تلعبها وتستمتع بيها مش عشان انت بس لتلعبها وعامة انا بدأت بحاجة صغيرة حاجة خفيفة وممتع لان انا كصنق محتوى على اليوتيوب فهم اللعب عايزي فهم امتى يميل من اللعب وامتى يستمتع ويتحمس فهم اللعب بيحب ايه وبيكره ايه لذلك في نسخة الدمو كنت دايما بحط شيء ممتع للعب شيء يحسسه بالطرفيه ويحسسه ان ده منتج لعبة مختلف عن اي شيء عربي لعبه قبل كده المطور العربي بيعتقد انه لو يشتغل على ايه حاجة صغيرة فهو كده بيهين نفسه او بيهين كبرياءه مش عارفين ان المشروع اللعبة كل ما كبر كل ما بقى صعب انك تسيطر عليه ومعظم المطورين الكبار اللي بقى لهم عقود في الصناعة بيشتغلوا على قد امكانياتهم ودول اسمهم درسين برمجة وتطوير وفريق كامل انما المطور العربي بيعمل نفسه جامد ويقولك انا هكتاز كل العمالك هدول وهبقى اجمل من مطورين روكستار وحامل حاجة قوية وفي النهاية بيفشله فاهم حاجة التوظيف الصح للي انت عايز تعمله فانا عمالة اللعبة دي كنسخة دمو بخبرة صفر بدأت اول حاجة بمحرك كينوتي حسيت انه مش ملبق احتياجي الكلام ده في 2019 تقريبا فتعقدت خالص من الموضوع ولغت الموضوع كله من دماغي بعدها بفترة اظن نهاية 2019 قلت اجرب ادي فرصة تانية للموضوع واجرب اشوف محرك الانريل وفعلا لقيت الانريل انه مناسبني اكتر فتنقلت للانريل واكيد هو معقد اكتر من يونيتي مشكلة الانريل بشكل عام منك لو ما تعملتش معايا صح فهيدمرلك لعبتك عامة انا بدأت الاول بمشروع كده يا بايز للعبة منظور اول شوتر كان فيها اسلحة وبيقى قابلة للتحطيم وزكاء استناعي وعداء حاجة كده شبه هاف لايف على الريد فاكشن وبرضه حسيت ان المشروع ده اكبر من ان اقف اتعامل معاه خصوصا لان في بدايتي فاجلته لان في الوقت ده انا حرفيا كنت بعاني وقلت اجرب اشتغل على حاجة اصغر وعارف ايسيطر عليها وده كانت لعبة باران كور كاول مشروع فعلا قدر اخليه منتج لعبة والحمد لله ربنا كرمني وقدرت انزل نسخة قصيرة للتجربة والحمد لله عجب الناس اثناء شغلي على اللعبة دي وجهني اخطاء كتير اثناء التطوير فمحرك الاندريل المحرك صعب لازم اعطولي جيب لك اخطاء اثناء الاختبار واللعب لكن قدرت ان اصلحها كلها اهم حاجة انك تعرف انت بتعمل ايه وتفهم اللي بتعمله وتتغلب على اي مشاكل بتحصل والاهم انك تلاقي حلول لأي شيء يعني مثلا لو انا ضعيف في جانب وما اقدرش اعمله بشكل كويس وليكن زي تعبرات لبجوه الشخصيات فانت هنا ماينفعش تحط شخصيات بتتكلم بدون ما تحلط شفائفها او ملامحها فالحل مثلا انك انت تلبس الشخصيات دي قناع يغطي على منطرة الفم وفعلا انا ده عملته مع شخصيات اللي عمل صوت دراد او كمان خليت معظم الشخصيات اللي تتكلم اللعب فهم بيتكلموا من مكان انت مش بتشوفهم انما بتسمع صوتهم بس وكمان ايه اخليك مقتنع ان الشخص اللي بكلمك ده برقبك وبكلمك من خلال مثلا مايكروفون او حتى الشخص الاسمه جافن فيه فكرة بيقول فيها انه صوت بلا جسد فممكن يبقى روح او ممكن يكون شخص ميت فبالتالي شفائفهم مش هتتحرك اسنان الكلام فلازم تلاقي حلول يعني الغلطة بتاعت مطورين فرسان النور انا شايف انهم ما كانوش عارفين يلاقوا حلول زي كده وده غلط فالتطوير مش مجرد زرائر وكود ولكن لازم تشغل دماغك فانت لما بتعمل لعبة قدامك كزا تحدي انا اولا ما نصحش حد يشتغل على لعبة لوحده الموضوع عذاب ومعاناة انت في البداية ممكن تتوقع انك انت تقدر تعمل لعبة لوحدك انما بعد كده هتلاقي مجهود بقى صعب فمثلا انت اول تحديه قدامك هو البرمجة زي الميكانيكس اللي اللي اللعب هيستخدمها لو فيه اعاداء لازم تبرمجها بشكل كويس واهم ما عمل وهو انت عايز تعمل ايه واللي انت عايز تعمله ده هل هو مناسب مع فكرة لعبتك وهل هتقدر تعمله ولا لا فانت ما ينفعش تقيس خبرتك بمطورين زي بتوالية النايتمير او بتوالي او هولونايت او كابهيد كل لعبة من دول بالرغم انها مشروع مستقل لكن فيها محتوى جبار فيها انيميشن مذهل فيها معارك قوية فيه منتج لعبي فعلا تفتكروا هل ممكن مطور واحد يصنع اي لعبة من دول مستحيل فالاحسن انك انت تكون فريق صغير واليكر من خمسة مثلا ولكن برضو ما تتوقعش انهم يكونوا معاك للابد بحيث ان دي برضو مشكلة لازم تخلي بالك منها لان في الوطن العربي الناس بدزق بسرعة يعني مثلا صاحبك ده اللي هيكون معاك ممكن يكون متحمس معاك لمدة شهر ويقولك هنعمل ونسوي وبعدها يختفي ممكن ييأس ممكن يميل ممكن تجيله فرصة عمل محترمة في مجال اللي هو متخرج منه فيهرب منك وما تقدرش تمنعه او تلومه هو شغال معاك بالحب او بشكل ودي بحيث انه مش بياخد منك مقابل لكن برضو ما تقدرش تشتغل لوحدك لان زي ما قلت التحديات اللي قدمك هتزيد فبدل ما انت تكون مبرمج بس فهتبقى كمان مصمم مراحل واصلا الاضاءة وتوظيفها محتاجة شغل لوحده بالاضافة لمسألة تصميم البيئات والمجسمات السريدي فده كل بيطلب مجهود برضو ممكن واحد يجي يعمل نفسه ناصح يقولك انا حامل لعب التو دي ماشي احترم ده واكد اختيار كويس انك تبدأ بحاجة زي كده ولكن ايه اللي يميز العاب التو دي هم حاجتين الخلفية اللي وراك واللي طبعا كل ما بتمشي متر زيادة فالخلفية بتمشي مع اللاعب فالخلفية لازم الصور اللي فيها تتغير مع كل متر فانت محتاج رسام تو دي محترم يرسم له خلفيات كتير والحاجة التانية هي الانيميشن فاللعاب التو دي لازم يبقى مبهر ودي محتاجة مجهود خرافي برضو فالموضوع يا جماعة مش بالبساطة دي اللي انت بتحاول تتصورها ودي عمتا اكبر غلطة بتدمر اي حد وهو انه مش حاطة تقصص للعبة اللي هو عايز يعملها فداخل كده وخلاص وده اكبر غلط يعني مثلا انا بشوف ناس كتير مطورين عرب يقولك انا حامل لعب التو دي ولما تكلموا عن الانيميشن او الخلفية مش بيعرف يرد فالناس دي للأسف مش فهم النقطة دي فبيشتغلوا وخلاص السؤال ايه اللي يخلي لعبة زي هولو نايت تنجح بالشكل ده المعارك اللي فيها الخلفية الانيميشن تصميم الزعماء او لعبة جريس شايفين شكل الخلفيات ازاي او التوجه الفني وجماله او المجسمات المتصممة بالشكل التحفة بلاش دي لعبة كلاو ايوة كلاو بتاعت ويندوز 98 دي لو قدرت تعمل زيها او زي السوبر ميت بوي فقدر اقول استمر وكمل فانا مش بحبط غيري ولكن بوعي اول تاني ما انفعش تدخل داخلها مجاية من غير ما تفهم انت عايز تعمل ايه فلمطورين العرب مش فشلين انما هم عجولين او مستعجلين والتطوير محتاج صبر محتاج تفهمه الاول قبل ما تكرر هتعمل ايه انا عانيت لحد ما قدرت اعمل اللي انتو شايفينه ده واصلا انت مش مضطر انك تعمل لعبة ففيه ناس عايزة تفضل زي ما هي ولكن انا بحاول دايما اجدد واطور من نفسي فانا ابتديت كصانق محتوى على اليوتيوب عملت فيديوهات كتيرة عجبت ناس كتير شاركت ارائي لهم في التهم لكن دلوقتي انا عايزة جرب شيء جديد في حياتي عايزة جرب ان اصنع اول لعبة واتمنى انها ما تكونش الاخيرة مشواري طويل وصعب لكن مبسوط من اللي انا قدرت احققه طبعا بشكر كل الناس اللي شاركوا معي في تسجيل صوتهم في اللعبة يريد تجربوا اللعبة وتقولي رأيكم بيها بشكل عام والافكار اللي قدمتها واحب اكد عليكم برضو لو حابين تتبرعوا للمشروع اللعبة فانا هسيب رابط تبرع تحت الفيديو وبالنسبة لسؤال انا ليه اختارت يوتيوبرز لان اليوتيوبرز دايما عندهم معدات محتلمة وكمان اصدوبهم في الالقاء بيبا جامد لذلك اختارت يوتيوبرز يعملوا دايما صوت لشخصيات في اللعبة اما بالنسبة لمستقبل اللعبة فانا جديا بفكر احول الكاميرا واخلي الشكل الشخصي يظهر كامل هي عملية متعبة لان دا معناه ان كل الكودنج اللي عملته فهيتعاد من الاول انا لحد ما قدرت ازبط دايما بشكل خفيف ودي اول نتيجة يعني انا لو اخدت سنة في بناء اللعبة فممكن اخد حوالي 6 شهور بس لتعديل القديم عموما اتمنى انكم تجربوا اللعبة وتشيروها وتشاركوا الهاشتاج بشكركم على المشاهدة واتمنى انكم تتابعوا صفحاتي على انستجرام وتويتر والفيسبوك كان معكم احمد السوري see you next time